شكرا لك مصطفى أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بأخلص التهاني لشعبي وحكومة جمهورية نيجيريا التحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية والتي تمثل خطوة مهمة في مصاري زرسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة يأتي ذلك فيما تقدم الرئيس السيسي بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينيبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا التحادية متمنيا له التوفيق ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهر كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة وتطلعات القارة الإفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء أعلن فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي عبر تويتر تعرض اثنين من موظفيه للاختطاف في شمال البلاد وقال الفرع في بيان إن اللجنة تعمل في مالي منذ ثلاثين عاما لفتا إلى أنها منظمة حيادية مستقلة وغير منحازة كما طلب الفرع بعدم القيام بتكهنات بشأن هذا الحادث حتى لا يأتم عرقلة حله دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأضافت بيونجانج أن التدريبات تصاعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة وقال كيمسون كوينج نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات تصاعد للتوتر على نحو غير مسؤول أعلنت الصين وأن منزانيتها العسكرية سترتفع بنسبة 7.2% عام 2023 في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي وجرى الإعلان عن هذا المعدل في تقرير لوزارة المال نشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب وهو أعلى مما كان علي عام 2022 وتخطط بيكين لإنفاق يعادل 225 مليار دولار على الدفاع حقق فريق أتليتكو مادريد فوزا كبيرا على ضيفه إشبيلية بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الرابعة والعشرين من الدور الإسبانية ورفع الانتصار العريض رصيد أتليتكو مادريد إلى 45 نقطة في المركز الثالث بجدول الليجة الإسبانية فيما توقف رصيد إشبيلية عند 25 نقطة في المركز السادس عشر توفيت الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر النهزة الخامسة والثمانين عاما ولدت الفنانة الراحلة في القاهرة وقدمت خلال مشوارها الفنية العديد من الأغاني الرسخة في الأذان مثل أم البطل وتم البدري بدري وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة النفيسة بعد صلاة العصر والدفن بمقابر الإمام الشفعي نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل